أدنت مصر مصادقة الكنسة الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005 شددت الخارجية في بيان لها على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية وهو ما نؤكده أو تؤكده مقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وأضح البيان أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرق الجهود الجارية لتحقيق التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتؤجج مشاعر الغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدا كل يوم